خادم الحرمين الشريفين يصل إلى المنطقة الشرقية قادما من الرياض في بيان من الديوان الملكي سموه العهد يغادر إلى مملكة إسبانيا في زيارة رسمية صدور بيان مشترك بين المملكة وفرنسا يؤكد على تحقيق السلام والاستقرار والأمن في الشرق الأوسط مقتلوا أكثر من مئة شخص في تحطم طائرة عسكرية بالجزائر مجاهدين الكرام أسعد الله وقاتكم بكل خير من قناة السعودية نقدم لحضراتكم نشرة المساء أهلا بكم وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على السعود بعد ظهر اليوم إلى المنطقة الشرقية قادما من الرياض وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين في مطار قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية في الظهران صاحب السموي الملكي لمير سعود بن نائف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وصاحب السموي الملكي لمير عبدالعزيز بن سعود بن نائف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وصاحب السموي الملكي لمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية كما كان في استقبال خادم الحرمين الشريفين في صالة التشريفات في المطار أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب الفضيلة والمعالي وكبار المسؤولين في المنطقة الشرقية من مدنيين وعسكريين وجمعا من المواطنين وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للسود حفيظه الله قد غدر في وقت سابق اليوم الرياض متوجها إلى المنطقة الشرقية وقد كان في وداع خادم الحرمين الشريفين أيده الله في صالة التشريفات في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية صاحب السموي الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز وصاحب السموي الأمير فيصل بن عبد العزيز بن فيصل وصاحب السموي الملكي الأمير عبد الرحمن العبد الله الفيصل وصاحب السموي الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبد العزيز وعدد من أصحاب السموي الملكي الأمراء وأصحاب الفضيلة والمعالي الوزراء وقادة القطاعات العسكرية كما كان في وداع الملك المفدى عند سلم الطائرة صاحب السموي الملكي ألمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السموي الملكي ألمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض حفظ الله خادم الحرمين الشريفين في سفره وإقامته صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي بناء على توجهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ألسعود واستجابة للدعوة المقدمة من حكومة مملكة إسباليا غادر بحفظ الله ورعايته صاحب السموي الملكي ألمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ألسعود ولي العهد نائب رئيسي مجلس الوزراء وزير الدفاع غادر اليوم الأربعاء إلى مملكة إسبانيا في زيارة رسمية يلتقي خلالها جلالة ملك مملكة إسبانيا في لب السادس ودولة رئيس الوزراء السيد مريان راخوي بري وعددا من المسؤولين لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك غادر صاحب السموي الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيسي مجلس الوزراء وزير الدفاع غادر باريس اليوم مختتما زيارة رسمية للجمهورية الفرنسية وقد كان في وداع سموي العهد دا مغادرته المطار صاحب السموي الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز بن بندر بن عبد العزيز ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا الدكتور خالد العنقري ورئيس منطقة لبورغي باتريك لابوز ومندوب المملكة في اليونسك الدكتور إبراهيم البلوي وعدد من المسؤولين في السفارة بعث صاحب السموي الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز للسعود ولي العهد نائب رئيسي مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية شكر لفخامة الرئيس أيمن والمكر الرئيس الجمهورية الفرنسية وعبر الأمير محمد بن سلمان عن بالغ الشكر والتقدير على ما وجده والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة مؤكدا أن المباحثات التي جرت في العاصمة باريس تؤكد على متانة العلاقات بين المملكة وفرنسا والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في المجالات كافة وفقا لرؤية خادم الحرمين الشريفين وفخامة الرئيس الفرنسي والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الصديقين وتعزيز الأمن والاستقرار الدولي صدر اليوم بيان المشترك للمملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيزة للسعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى فرنسا يومي الثالث والعشرين والرابع والعشرين من الشهر السابع لعام تسعة وثلاثين وأربعمائة وألف للهجرة التاسع والعاشر من الشهر الرابع لعام الفين وثمانية عشر للميلاد وأكد البيان أن المملكة العربية السعودية وفرنسا تتشارك في هدف مشترك للتحقيق السلام والاستقرار والأمن في الشرق الأوسط كما سيعمل البلدين على معالجة التحديات العالمية التي يواجهها المجتمع الدولي بما في ذلك تغير المناخ والتنمية البشرية وأشار البيان إلى أن التعاون الأمنية بين البلدين واسع النطاق ومتعدد الأبعاد وأن مواجهة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله من أولويات الرياض وباريس وأكد البيان المشترك على تعميق التجارة والاستثمارات بين البلدين إذ تعد رأية المملكة العربية السعودية عشرين ثلاثين تعد فرصة لاستكشاف مجالات جديدة في الأعمال والتعاون وأوضح البيان أن التعاون الأكاديمي والثقافي والعلمي سيؤدي إلى تجديد إطار الشركة بين الرياض وباريس وإلى إعادة تحديد أولويات التعاون بينهما إذ سيؤسس البلدان برامج في مجالات التعليم والتدريب والبحث والابتكار والثقافة والتراث والسياحة والرياضة والشباب وستشارك فرنسا بمهارتها السياحية والتراثية لمصلحة رؤية عشرين ثلاثين وفيما يتصل بالقضايا الإقليمية والدولية أبرزت المملكة وفرنسا تمسكهما بالسلام والأمن في الشرق الأوسر حيث حظي الوضع الحالي في الغوطة الشرقية باهتمام بالغ بما في ذلك التقارير الأخيرة عن استخدام الأسلحة الكيميائية وفي الشأن اليمني أكد الجانبان على الحاجة إلى حل سياسي كما دعا إلى ذلك قرار مجلس الأمن اثنين وعشرين ستة عشر عشرين خمسة عشر وذلك لإنهاء معاناة الشعب اليمني كما أدان الجانبان الهجمات الصاروخية الباليستية التي شدتها الميليشيات الحوثية على المملكة العربية السعودية وشددا على أهمية امتثال الدول التي تقوم بتزويد الميليشيات الحوثية بالأسلحة والصواريخ الباليستية بقرارة الأمم المتحدة ذات الصلة والتي تحضر هذه الأفعاد وفي سياق موازن أكدت فرنسا استعدادها لدعم تحالف دعم الشرعية في اليمن واجهزة الأمم المتحدة في تسريع وصول المساعدات الإنسانية لكافة اليمنيين وفيما يتعلق باصطراع الفلسطيني الإسرائيلي كرر البلدان دعوتهما إلى حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والمبادرة العربية للسلام كما اتفق الجانبان على ضرورة منع إيران من امتلاك الأسلحة النموية وناقش الجانبان الخطوات التي سيعمل عليها لكعب بل لكبح برنامج إيران الباليستي ووقف الجوانب المزعزعة للاستقرار في سياستها الإقليمية اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اليوم صاروخا باليستيا أطلق من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة وكان الصاروخ باتجاه مدينة الرياض مستهدفا المناطق المدنية والآهلة بالسكان حيث تم اعتراض الصاروخ وتدميره ولله الحمد من قبل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي صرح أنه وفي تمام الساعة السابعة واربعين دقيقة بالتوقيت المحلي من صباح اليوم رصدت منظومة الدفاع الجوي الخاصة بحماية مطار أبهى جسم غير معروف باتجاه مطار أبهى الدولي وتم التعامل معه بحسب قواعد الاشتباك وتدميره وتم في حين إغلاق حركة الملاحة الجوية بما يتوافق مع قوانين الطيران العالمي ومن ثم عادت الحركة الجوية من وإلى المطار لطبيعتها وذكر العقيد المالكي أنه من خلال فحص حطام الجسم من قبل المختصين بقوات التحالف المشتركة تبين أنها طائرة بدون طيار معادية حثية بخصائص ومواصفات إيرانية كانت تحاول استهداف المطار المحمي بموجب القانون الدولي الإنساني كما ذكر العقيد المالكي أنه في تمام الساعة السابعة وثلاثين دقيقة من صباح اليوم تم رصد جسم غير معروف باتجاه أحد الأعيان المدنية بجازان وتم التعامل معه بوسائل الدفاع الجوي وتدميره دون وقوع أي خسائر ولله الحم ومن خلال فحص حطام الجسم من قبل المختصين بقوات التحالف المشتركة تبين تطابق الأجزاء والحطام مع الطائرة بدون طيار المعادية التي حاولت استهداف مطار أبهى الدولي وفي هذا الصدد فإن قيادة القوات المشتركة للتحالف تحذر وبأشد العبارات الميليشيا الحوثية المسلحة والمدعومة من إيران باستهدافها للأعيان المدنية والمدنيين وأن استخدامها لأساليب إرهابية في الهجوم الانتحاري سيكون له وسائل ردع حازمة وستتخذ قيادة القوات المشتركة الإجراءات الرادعة كافة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية كما تحذر القيادة المشتركة للتحالف في الوقت نفس ميليشيا الحوثي الإرهابية من استخدام هذه القدرات ضد الأعيان المدنية والمدنيين وكذلك المنشآت الحيوية والصناعية وعلى قادة ومخططي الميليشيا الإرهابية ومن يقف وراءهم اعتبار استخدامها ونتائج استخدامها بمثابة أمر عليهم تحمل عواقبة أصدرت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية تصريحا لمنظمة البلسم الدولية بالدخول إلى اليمن لعلاج مرضى القلب وإجراء عدد من جراحات القلب المفتوح وذلك بناء على الطلب الذي تلقته المنظمة من وزارة الصحة والإسكان اليمنية المستند على ما جاء من مركز نبض الحياة في مدينة المكلة حول الحالات المتزايدة لمرضى القلب وجاءت الموافقة لتسهيل أعمال المنظمة داخل اليمن بناء على حرص دول التحالف العربي بقيادة المملكة على سلامة الشعب اليمني تحطمت طائرة عسكرية قرب قاعدة بوفاريك الجوية في الجزائر ما أدى إلى مصرع 181 شخصا كحاصيلة أولية من الذين كانوا على متنها وسقط الطائرة البنكوبة وهي من دراز اليوشين بعد إغلاعها من القاعدة على مسافة حوالي 30 كيلو مترا جنوب العاصمة وذكرت تقرير إخبارية أن عدد ضحايا الحادث مرشح للارتفاع عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز من منطقة جازان عقد الجلسة الأسبوعية التي خصصت لموضوع اليوم العالمي لليتيم وحقوقه وأكد الأمير محمد بن ناصر أن كل الأبناء والبنات الأيتام يحضن برعاية مستمرة من قبل خادم الحرمين الشريفين والسمو والعهد مثمنا الجهود المبذورة من جميع المسؤولين في فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة وجمعية غراس للأيتام ومؤسسة إخاء لرعاية الأيتام وتضبلت الجلسة العديدة من المداخلات والنقاشات من قبل الحضور حول حقوق الأيتام في المجتمع أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض أكد أن وزارة العدل تطورت وتفوقت في المجال التقني وبرزت في عملها بشكل علمي دقيق مما سهل على الناس متابعة قضاياهم جاء ذلك خلال لقائه أمس بقصره لأصحاب السمو الأمراء وأصحاب الفضيلة والمعالي وكبار المسؤولين ورؤساء المحاكم بمنطقة الرياض ونوه ألمير فيصل بن بندر بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين والسمو العهد للعلم الشرعي والعلماء والقضاة وطلبة العلم دائما مشيرا إلى أن النظام والشرع واضح والمملكة تسير على كتاب الله وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبقى بالعاصمة حيث التقى أمير منطقة الرياض بقصر الحكم بمعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور نصر الداود ووكلاء إمارات مناطق المملكة ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق خالد الغملة واطلع الأمير فيصل بن بندر اطلع على نتائج الاجتماع الثاني لوكلاء إمارات المناطق إلى جانب عدد من المضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وما تضمنه من مستجدات وقرارات من جهة ثانية افتتح أمير منطقة الرياض المؤتمر العالمي للتمور والمعرض المصاحب لهب العاصمة ويهدف المؤتمر الذي يشارك فيه نخبة من المختصين والأكاديمين في مختلف أنحاء العالم إلى إيجاد منصة عالمية لتطوير قطاع التمور ودعم التبادل التجاري والمعرفي والتكامل الإقليمي والدولي للوصول إلى تنمية الفرص ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتنويع الاقتصاد المؤتمر والنقلة عنصر مهم في حياتنا جميعا لذلك أن يكون هذا المؤتمر ومطلقته في الرياض أيضا أعتقد كمؤتمر عالمي أول للتمور في المملكة أنا أؤكد على أهمية هذا المنطلق وأن نعزز مسيرة المؤتمر ونتائج البحوث التي تقدم وأن نسير في مهاكبة توجيهات سيد خادم الحرمين الشريفين وسمو العهد الأمين وأتمنى إن شاء الله لأخوان المزارعين أن يهتموا بهذه الناحية بالطرق العلمية ويؤسسوا لمنهج عمل اقتداء بما تقدمه الوزارة لهم من إرشاد وتوجيه وقد شهد المؤتمر توقيع ثلاث اتفاقيات بحضور أمير الرياضي ومعالي وزير البيئة والمياه والزراع المهندس عبد الرحمن الفضلي بين المركز الوطني للتمور والشركة سابك ووزارة التعليم وأوقاف الراجحي وذلك لإعداد برامج مشتركة لتطوير قطاع التمور بحث صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك اليوم بحث مع القنصر العام لجمهورية جنوب إفريقيا لدى المملكة شعيب كاسو الذي يزور المنطقة بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك من جهة ثانية دشن أمير منطقة تبوك الجيل الثالث لبطاقة الهوية الوطنية في نسختها الجديدة واستمع إلى شرح من مدير عام فرع الأحوال المدنية بالمنطقة عوض البلوي عن مزايا الجيل الجديد وأكد الأمير فهد بن سلطان أن الإصدار الجديد للهوية الوطنية يترجم التوجه نحو استخدام أحدث وسائل التقنية في الخدمات بمعايير أمنية فائقة الدقة التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير التقى المواطن سعد عسيري والذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى ثم لشفاعة خدم الحرمين الشريفين وسمو العهد وشفاعة سمو أمير المنطقة وسمو نائب وأكد الأمير فيصل بن خالد أن ما قام به المواطن عسيري من تنازل لوجه الله تعالى عمل عظيم وأجره كبير في الدنيا والآخرة ووصفها بالبادرة الإنسانية النبيلة افتتح أمير منطقة نجران مقر المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة والواقع على مساحة تجاوزت ثمانية ألاف متر مربع وذلك ضمن خطة وزارة الصحة لتوفير وإيجاد بيئة عمل حديثة تسهم في زيادة الإنتاجية وخدمة المجتمع بكفاءة عالية وأنوه أمير جلوي بن عبدالعزيز بما يحظى به قطاع الصحة من عناية فائقة من القيادة الرشيدة مبديا تطلعه لاستكمال الخدمات الصحية بالمنطقة وشاهد أمير منطقة نجران عرضا مرئيا عن مشاريع وإنجازات صحة نجران والمنفذة خلال العام المالي الجاري والتي تجاوزت ثلاثمائة وثمانية عشر مليون ريال وساهمت في إحداث النقلة النوعية في جودة الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى والمراجعين بالمنطقة ونبقى في نجران حيث كرم أمير المنطقة اليوم كرم مدير عام الإدارة العامة للأحوال المدنية السابق بالمنطقة جمال آلم شيط بمناسبة انتهاء فترة عمله وبرك الأمير جلوي بن عبد العزيز تعين المدير العام الجديد سالم الشفلوت خلفا له معربا عن شكره للمدير السابق آلم شيط على ما قدمه لخدمة جزء من الوطن الغالي افتتح صاحب السمو الملكية الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم افتتح فعاليات مؤتمر الصحوة دراسات في المفهوم والإشكالات والذي تنظمه جامعة القصيم بمشاركة نخبة من المختصين في المجالات الشرعية ودعا أمير القصيم دعا جميع المفكرين إلى تبيان وسطية الإسلام واعتدال منهجه بدون إفراط في الانفتاح غير المنظبط أو تفريط بالتشدد والغلوب واشدد أمير القصيم على ضرورة التأكيد على رسالة المملكة ومنهجها في الدعوة إلى الله وأن لا تستغل من البعض إلى أهداف وأطماع أخرى في القصيم أيضا رعى أمير المنطقة افتتاح منتدى الطاقة المتجددة في مركز الملك عبد الله الحضاري بمحافظة البكارية ويناقش المنتدى الطاقة ومفهومها ودراساتها والأنظمة والتشريعات الخاصة بها بالإضافة إلى مساهمة الطاقة في دعم الاقتصاد الوطني ومستقبلها وأكد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أكد أن هذا المنتدى يبحث التحديات القائمة في هذا العصر وطرق استغلال كافة القدرات والطاقات لبناء ورفعة الوطن مشيرا إلى أن هذا المنتدى قدم في توقيته المناسب وفق رؤية المملكة 2030 بل قدم وفق رؤية المملكة 2030 والتي جعلت من سياستها البحث وتعزيز كل البدائل المتجددة للطاقة وكان أمير المنطقة قد دشل البارض المصاحب للمنتدى تحت شعار الطاقة المتجددة ورؤية المملكة 2030 بمشاركة 32 جهة حكومية وخاصة متخصصة بالطاقة تستعرض أنواع مختلفة من الطاقة المتعددة رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة رعى حفلة خريج الدفع الثانية عشر من طلاب وطالبات جامعة الباحة للعام الجامعي الحالي والبالغ عددهم أكثر من 5400 خريج وخريجة لمراحل الماجستير والدبلوم العالي والبكالوريز وأكد أمير الباحة أن القيادة الرشيدة استشعرت أهمية العلم ودوره في بناء الإنسان لذلك كانت الرؤية الحقيقية منذ البدايات بالاهتمام بالعلم والمعرفة حتى وقتنا الحاضر التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة حائل اليوم رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لصعوبة التعلم الدكتور عثمان العثمان واستمع إلى شرح أن أهداف الجمعية هو ما تقدمه من خدمات لمن لديهم صعوبات في التعلم بالإضافة إلى تقديم الاستشارات الأسرية لدويهم وأكد الأمير عبد العزيز بن سعاد أهمية ما تقوم به مثل هذه الجمعيات المتخصصة مبديا دعمه لكل ما يعود على الوطن والمنطقة وأهلها بالخير والنماء في مختلف المجالات دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة دشن ملتقى مديري الدفاع المدني بالمناطق والذي ينضم بالمدينة المنورة بل ينضم بالمدينة المنورة تحت شعار التحديات الميدانية الواقع والطموة يأتي الملتقى لرفع مستوى الأداء والمهارات لدى منسوبي القطاع بما يتماشى مع متطلبات العصر ناقش صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ناقش مؤشرات فرأ وزارة الطرق بالمنطقة وفقا لبرنامج التحول الوطني 2020 ضمن رؤية المملكة 2030 وأحث الأمير فيصل بن خالد خلال لقائه بالإمارة لمدير عام الطرق بالمنطقة المهندس ماجد الشمري حتى على متابعة المشروعات الجاري تنفيذها مشددا على أهمية التنسيق مع الجهات ذات الصلة في التخطيط والتنفيذ ومعالجة الانحرافات إن وجدت نبقى في عرار حيث التقى أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم رئيس لجنة إصلاح ذات البين في المنطقة الشيخ الدكتور محمد أبا الخيل وأكد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان على أهمية تفعيل دور اللجنة في نسل ثقافة التسامح والعفو والتجاوز وحل النزاعات والتصالح في الخصومات انفاذا لتوجهات القيادة الحكيمة التي تحرص دائما على الإصلاح بين أبناء المجتمع اطلع صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اطلع على سير العمل في فرع وزارة البيئة بالمنطقة وأكد الأمير بدر بن سلطان خلال لقائه اليوم مدير عم فرع وزارة البيئة والمياه والزراع المهندس محمد العطوي على أهمية العمل من أجل تحقيق رؤية المملكة عشرين ثلاثين بالحفاظ على الموارد المائية والاستجراع بالطرق الحديثة بالإضافة إلى المحافظة على الأراضي الحكومية ومنع التعديات عليها في حالة ثانية استعرض أمير منطقة الجوف سير العمل الرقابي لهيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة وأكد الأمير بدر بن سلطان خلال لقائه مدير عم فرع الهيئة الشكر الشمري على أهمية بدر المزيد في متابعة أداء موظفي القطاع العام إضافة إلى متابعة نسب أداء الإدارات والرفع لسموه بذلك بصفة شهرية في الجوف أيضا ناقش أمير المنطقة زيادة عدد الرحلات الجوية من وإلى المنطقة واطلع أمير بدر بن سلطان خلال لقائه مدير مكتب الخطوط الجوية العربية السعودية بمنطقتين الجوف والحدود الشمالية أنس الغامدي اطلع على سير العمل في مكتب الخطوط بالمنطقة وعدد الرحلات الداخلية والدولية وبحث أمير المنطقة استحداث رحلات جديدة إلى مطار المدينة المنورة والمنطقة الشرقية والعمل على إيجاد رحلة مباشرة من مطار الجوف إلى مطار العاصمة الأردنية عمان كما اطلع أمير منطقة الجوف على جهود الغرفة التجارية الصناعية وأنشطة رجال الأعمال في خدمة المجتمع بالمنطقة وأكد الأمير بدر بن سلطان خلال لقائه بالإمارة اليوم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة المهندس ماجد الرويلي أكد على دور الغرفة في تنمية المنطقة من الجانب الاقتصادي وطرح الفلص الاستثمارية لرجال الأعمال من داخل وخارج المنطقة افتتح صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وأمير المنطقة الشرقية افتتح ملتقى ومعرض النظم الجغرافية في دورته الثانية عشر والذي تنظمه جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل ويتناول الملتقى البحث والتحليل في المواضيع المرتبطة بالتقنيات الجغرافية والمجالات الصحية والبيئية والأمنية والعقارية بمشاركة مسؤولين حكوميين ورؤساء هيئات وشركات عالمية هذا هو التجول الأمير أحمد بن فهد في المعرض المصاحب لفعاليات الملتقى حيث استعرض أحدث الأجهزة والوسائل في مجال النظم الجغرافية مشاهدين الكرام الختم كامل بيت العنوين خديم الحرمين الشريفين يصل للمنطقة الشرقية قادما من الرياض في بيان للديوان الملكي سمو العهد غادر لمملكة إسبانيا في زيارة رسمية صدور بيان المشترك بين المملكة وفرنسا يؤكد على تحقيق السلام والاستقرار والأمن في الشرق الأوسط مقتلوا أكثر من مئة شخص في تحطم طائرة عسكرية بالجزائر مشاهدين الكرام وصدنا لختام النشرة مني ومن كافة الزملاء في الأخبار كل شكر الكريم المتابعة في أمان الله موسيقى 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 موسيقى